السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أتمنى إن شاء الله أن تكونوا في أفضل حال وصفة اليوم إن شاء الله وصفة رائعة وفعالة لعلاج القمل فالكثيرون منا وخصوصا الأطفال يعانون من القمل فإن شاء الله بهذه الوصفة الرائعة والموجودة في أي بيت إن شاء الله سوف تتخلصون من القمل كما ترون هنا لدي الملح يعني الملح الطبيعي الموجود في أي بيت وكذلك لدي خل يمكن استعمال الخل العادي أو كذلك يمكن استعمال الخل بالليمون أي خل موجود لديكم فهو رائع بالنسبة لهذه الوصفة الآن سأقوم بتحضير هذه الخلطة أخذت ثلاثة ملاعق من الملح ثم ثلاثة ملاعق من الخل أقوم بمزجهما جيدا مع بعضهما ثم أطبقهما على الرأس يعني على جذور الرأس باستعمال مشط يعني مشط يكون رقيقة وأقوم باستعمال هذه الخلطة من الأعلى إلى الأسفل ثم أستعمل بوني بلاستيكي ثم كما قلت أستعمل بوني بلاستيكي وفوط على الرأس وأترقه لمدة من ساعة إلى ساعة ونصف أقوم باستعمال هذه الوصفة مرتين في الأسبوع وإن شاء الله يعني من الأسبوع الأول يعني سوف ترون النتيجة فملاحظة أن القمل أو يعني بويضة القمل يعني عند الانتقال من شخص إلى آخر فهي يعني تبقى حية لعشرة أيام فمنها يعني يستحسنوا استعمال هذه الوصفة يعني لمدة الشهر فإن شاء الله وصفة رائعة وإن شاء الله سوف تخلصكم من القمل وكذلك استعمال يعني وكذلك يعني استعمال كما قلت المشط لابد من المشط هذه هي وصفة اليوم أتمنى إن شاء الله أن تكون قد نالت إعجابكم ولا تنسوا لايك للفيديو إن أعجبكم وإلى اللقاء في وصفة أخرى إن شاء الله اشتركوا في القناة